في تقريره الدوري الرابع تناول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين تطورات الأحداث في العراق من خلال أربعة محاور أولها مطالبة قوة وشخصيات سياسية بتعديل الدستور وذلك ما رأى فيه القسم السياسي بالهيئة أنه اعتراف من القوى السياسية الحاكمة بأثر الدستور الخطير في بطلن النظام السياسي الحالي وما ترتب على ذلك من مخاطر كبيرة حاقت بالعراقيين على مدى سنوات طويلة وهو ما نبهت عليه القوى المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين في وقت مبكر كما تعد هذه الدعوات محاولة لإنقاذ واقع النظام السياسي المتهاوي فضلا عن أنها ضرورة سياسية لإعادة ترتيب أوراق القوى المتصارعة بعد الانتخابات ملف نزوح سكان قرى ناحية مكهول بمحافظة صلاح الدين يكشف عن فشل القوات الحكومية في ضبط الأمن حيث تقوم بإجلاء السكان وتهجيرهم بذريعة حمايتهم من عدو طالما ادعت قضاءها عليه وما ذلك إلا تنفيذ لمخططات الميليشيات في التغيير الديمغرافي وفي المحور الثالث من تقرير القسم السياسي في الهيئة تبرز قضية الضابط في قوات الرد السري عمر نزار الذي ما زال حرا طليقا رغم افتضاح ملف جرائمه الأسود وهذا ما يؤكد استمرار مسلسل الإفلات من العقاب في ظل نظام سياسي أصبح راعيا لجرائم الحرب وتتحكم به أطراف عسكرية وميليشياوية تعطي سك الأمان للمجرمين وتضمن عدم محاكمتهم وفي المحور الأخير من التقرير أكد القسم السياسي بالهيئة أن ملف قانون النفط والغاز في كردستان العراق يكشف عن التخبط الكبير في إدارة الدولة بعد الاحتلال ويفضح قضايا التلاعب والفساد في ثروات العراق وإخضاعها للمساومات السياسية اشتركوا في القناة